ومن يفخخ تعلم سيد الكريم أن منظومة إيران مؤمنة إيمانا قطعي بمسألة التفخيخ ومسألة التطرف هي أول من بادرة حيث حتى هؤلاء العملاء والمالكي رئيس الوزراء السابق والحالي رئيس وزراء هو لأنه أمين عام حزب الدعوة والعبادي هو عضو في حزب الدعوة فالذي الآن ينفذ هذه الكوارث في العراق هو نوري المالكي هذا الرجل قام بتفخيخ وتفجير السفارة العراقية في لبنان في الاثمانينات وراح ضحايا كثيرة على الحدود العراقية في الحرب هناك قواعد للاشتباك وهناك حتى في الحرب هناك أخلاق لكن الخميني تجاوز حتى أخلاق الحرب حيث كانوا يفخخ الأطفال والجنود في جبهات القتال فهؤلاء علاقتهم علاقة استخباراتية يعني اليوم في المنطقة الخضراء هي حتى الدول كيف تتعامل مع حكومة المنطقة الخضراء كما شاهدت بعض دول الأقليم تتعامل أنه لا تحترف حقيقة بهذه المنظومة لأن يعرفون أنها تمثل جزء من الأمن القوم الإيراني